بسم الله الرحيم في محاضرة اليوم سوف نتكمن عن أدب ما بعد الكولونيالية Postcolonialism Postcolonialism connects all domains of our experience إذن الأدب ما بعد الكولونيالية دائما يربط كل محاوة ومراكز تجاربنا منطار على الأدب ما بعد الكولونيالية ما هو التعريف ما هو الإطار النظري وما هي الأمور والمحاور الأساسية التي يعالجها هذا اللواء من الأدب ستركوا في المعلمات التاريخية في الشرق المعلمات التاريخية في بداية القرن العشرين بريطانيا كانت أكبر قوة استعمالية كانت تتحكم في خمسة وعشرين مليون من صفح الطرق الأنطلاق ونظرية أدب ما بعد الكولونيالية لقد ازدفرت في التسعيلات الشيرييوييويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويوي post-colonialism, it is viewed as a subject matter and a theoretical framework. يمكن النغر إلى أدب ما بعد القرونيالية كموضوع وقيطار نفري. It is viewed as a subject matter and a theoretical framework. It analyzes literature produced by cultures that developed in response to imperialism. كموضوع أدب ما بعد القرونيالية يعارج الأعمال الأدبية التي تم كتابتها من الدول التي استعمرت ومن الثقافة التي استعمرت عدا على الإبريالية والاستعمار. So it analyzes literature and literary text written by people from former colonialism by cultures that developed in response to imperialism. كموضوع أدب ما بعد القرونيالية They wrote textbooks, they wrote novels, they wrote poetry asserting their own culture, asserting their own values in response to the colonialist text. That means we have our own power, we have our own potential to talk and speak about our own experiences and we don't need others to talk about us. وهذا معناه نحن لدينا الأتوات والقدرة عن الكتابة عن أدبنا وعن تجاربنا ولا نريد الآخرين أن نقوموا بتصويرنا والكتاب عنا. إذن البوضوع يعانج الأعمال الأنبيلية التي يكتب في الكتاب في المستعمارات السابقة. ردا على الاستعمار والإبريالية analyzes literature produced by cultures that develop in response to imperialism. When we talk about the theoretical framework, seeks to understand operations politically, socially, culturally, of colonialist and anti-colonialist identity. ومحاولة لفعل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاقتصادية للايدولوجيات الاستعمارية وضد الاستعمار. So the theoretical framework tries to understand the operations in terms of political, social, cultural, psychological relationships between the colonizer and the colonized and the identities of colonizer and the colonizer. إذن الإطار النظري هو محاولة لفهم العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية بين ايدولوجية والفكر وثقافة المستعمر والمستعمر به. Cultural colonization الاستعمار الثقافي. Cultural colonization The occulturation of a British system of government and education. وهو محاولة لفرض لفرض النظام البريطاني في الحوكمة وفي التعليم على الدول المستعمرة وعلى الدول التي استعمرت فرض لها وفرض الدين وفرض نظام الحوكمة والإدارة عليها. نظام التعليم وهو فرض النظام الحوكمة البريطاني. نظام التعليم اللغة والدين من أجوة هذا يندرج تحت إطار أجوة الرجل الأبيض والذي هو مهمته مهمته تحضير وتنديل هذه الشروب المتوحشة الغير متحطة. ثم نظام التعليم ثم نظام التعليم ثم نظام التعليم والذي تؤكد على تفوقه على الأخرى كما نظام التعليم تعتقد أنهم أنهم نظام التعليم المتعليم المستعمرون يؤمنون بأنهم أكثر حضارة وأكثر تطورا وأكثر مدنيا وهم مركز للعالم وهم مركز إشعاع الضوء والنور والتعليم والحضارة إلى العالم that is the colonialist ideology that is based on the colonizer assumptions of their own superiority and the inferiority of the colonizer colonizers tend to believe that they are civilized sophisticated educated working active and disciplined and they are the center of the world هذه هي الاجتولوجيا الاجتولوجيا المستعمر والتي اتكلمنا عنها كثيرا في العناقات بين المستعمر والمستمر وهي ممكن أن نتعود إلى محادرات على القناة colonizer and the colonizer the margin the margin الناس لي بتعيش على الهوى على الهامش والهوامش believed that the natives were savages or underdeveloped هناك اعتقاد بأن السكان الاسطينيين المستعمرات هم محوش وغير متخضرين لذلك therefore they were the margins to ruling their world لذلك هم الهامشيون ولا يمكن الاعتماد عليهم من أجل إدارة وحكم بلاتهم لذلك so the margins المركز وهو مركز إشعاع النوم ومركز الحضارة ومركز الحوكمة ومركز التعليم وهنا كل ما هو غير أوروبي هو هامشي وهم السكان الأقليم هم عبارة عن وعبارة عن ناس غير المتطورين لذلك لا يمكن أن يحكموا بلادهم هذا هو الاختلاف بين السنطر وبين المرج بين المركز وبين الهامش الاخر وهو ممارسة الحكم على كل ما هو مختلف عننا بأنه أقل من الإنسان The practice of judging all who are different as missed a human savages indicates that someone is evil or demonic وعدما نتكلم على الوحوش وهي إشارة بأن بأن شخص هو شرير شرير وشيطاني other or existing in nature as existed or إذا الآخر وهي الحكم على كل ما هو مختلف بأنه أقل من الإنسان وأن هؤلاء ظهر على الوحوش ويشاقين ويمثلوا الشر وأنهم على اختناف دائم معنا فهم كل إنسان غير غربي هو وغير أبيض هو آخر هو آخر وقضيعته غريبة لذلك كان يسمو الشرق الشرق الغاضب والشرق الغريب وهو مختلف عن هذه تصويفاتهم صنعوها لتعزيز ببقضم عليها Then we talk about Edgar Saeed who was famous for his book titled Orientalism والذي كان مشهور بكتابه الاستشراف Set up the orient as the final opposite of the occident وقال بأن الشرق هو اختراع غربي لكي تعزيز الخلاف والاختلاف بين الشرق والغرب وأن ليس هناك أي اختلافات لأن العالم يعيش عليه الإنسان بجميع والبشر بجميع طوائفهم فليس هناك اختلاف ولكن هذا الاختلاف مقصود وهذه التسميات مقصودة من أجل تعزيز السيطرة على الآخر وقال بأن الشرق أصبح موضوع على الدراسة والمعرفة والصفرة والعيملة وتكلمنا كثيراً في محاورات الأوريentalism موجودة على القناة ممكن أن تترجع إلا لعدم التكرار الواقفة الم開كة فعل المصورة الأوريentalism فعل الإنسان كي هذه المصورة الأوريان ومن المحاور مع النوات ومن المحاورات الأوريان ومن المحاورة الموجودة حلوبي المصورة ومن المحاورات الأوريان ومن المحاورات الأوريان كيفية انسان وم想ارج y One This is his picture, هذه صورة هومي بابا والذي كتب على الثقافة وكتب على التاجين ومن أشهر منظري أدب ما بعد أدستعبار. هايبريدي تيزا نيكب الكولونيال كنشورة وهنا يتكلم عن الثقافة الناس الأطليين والثقافة الاستعمارية. هايبريدي وهو إنسان من سكان المستعمرة ولكن ترى أن الأب هو أجنبي مستعمر وأن الأم من سكان الأصليين من خلال التزاوج فهذا له شخصية مهجلة نيكب أند كولونيال كنشورة وهو ثقافة استعمارية وثقافة وطنية. فأنا نتكلم عن نيكب المشاهدة. So when we talk about nativism, we talk about nationalism, الوطنية, emphasis on native culture over with culture. وهو التركيز على الثقافة المحلية بشكل أكبر يتجاوز الثقافة الغربية. وهو التركيب على الأعمال الأدبية الذي يكون منطرها من الوطن ومنطرها محلي ومن كتاب محلي والتركيب على الوطنية والتطافة والأوية الوطنية Then we have Euro-Sentricism The use of European culture واستخدام الثقافة الأوروبية and the standard to which all other cultures are negatively contrasted واستخدام الثقافة الأوروبية قمتياس يقاس عليها كل الثقافة الأخرى بشكل سلبي That is called Euro-Sentricism وهي أن الغرب هو المركز ومركزية الغربية وهي استخدام الثقافة الغربية كالنقياش تقاس عليه الثقافات الأخرى بشكل سلبي Universalism وهي العالمية British European and American culture Analyzed the tradition on universal characters and themes وهي أن الثقافات الأمريكية والأوروبية والأمريكوية تحلل الأدب من خلال وعبر شخصيات عالمية ومواطية عالمية هنا نقطة المركزية الأوروبية Euro-Sentricism Then we have the colonial subject Colonized person who did not resist colonializers Because they were told that British were superior هؤلاء التابعين للإستعمار colonial subject هؤلاء أشخاص تم من المستعمرين لم يقاوموا المستعمر وتم تعليمهم بأن البريطانيين أكثر تطوقا وتميزا عنهم This leads to mimicry وهذا أدى إلى التقليد Which is when the colonized try to embody the aspect of the colonial culture عندما يحاول المستعمر به أن يقلد المستعمر في ملابسه ونبسه وطرافة حياته وأكله وشربه فهذا نسمي عملية mimicry التقليد عندما يقلد المستعمر به المستعمر Colonial subjects have double consciousness vision Which is the way of perceiving the world as two antagonistic culture The colonizer and the indigenous community وهم يروا العالم مقصوم إلى قسمين تقافط المستعمر وثقافط الناس الأصليين ولكن لهم ميل كبير بإتجاه تقافط المستعمر والثقافة الأوروبية فيعتبروها مقياب ومعيار يحتذا به وينظر إليه كمثال So this leads to mimicry Which is when the colonizer try to embody The aspects of the colonizer's culture فقافة المستعمر Colonial subject of double consciousness Which is a way of perceiving the world as two antagonistic cultures وهو ينظرون إلى العالم بأنه عبارة عن جزعين متخاصمين وهو المستعمر والسكان الأصليين المستعمر به Post-colonialism and literature Post-colonialism and literature التекст can either reinforce colonialist ideology through positive portrayal of the colonizers negative portrayal of the colonizers or the uncritical representation of the benefits of colonialism for the colonial إذن النص الأدبي ممكن أن يعزز الأيدولوجيا الكولونيالية من خلال التصوير الإيجابي للمستعمر والتصوير السلبي للمستعمر به أو من خلال تصوير غير نقدي لفوائد ومنافع الاستعمار للمستعمر به إذن النص الأدبي ممكن أن يعزز الأيدولوجيا الكولونيالية من خلال وصف تصرفات المشيرة والسيئة للمستعمرين للمستعمرين ومعاناة المستعمر به والآثار الكارتية للاستعمار على المستعمر به فإذن النص يمكن أن يصور باتجاه ويكتب باتجاه إيجابي للمستعمر للمستعمر ويمكن أن يصور ويكتب بشكل مقاعد ضد الاستعمار فإذن هنا دور ما بعد الكولونيالية وإلاقته والإلاقة مع الأدب إذن النص الأدبي هو نص خطير نص خطير وهناك يتضمن أمال علمية في نقل الصورة والواقع كما هو a text can either reinforce colonialist ideology through positive portrayal of the colonized negative portrayal of the colonized or the uncritical representation of the benefits of colonialism for the colonized يمكن أن ترسل إدولي كولوميالي بمشكل عام، بمشكل عام، عن أدب ما بعد الكولوميالية، وعلى أهم المقاط التي تركز عليها، إذا أعجبتكم المحاضرة، تنسوش الاشتراك، والله يقول السلام عليكم وبركاته.